مهندس أحمد في بعض أنظمة التشغيل يعني لطالما روجت لنفسها إن هي لا يتم اختراقها أبدا هل في نظام تشغيل فعلا لا يخترق؟ في ناس كتير فعلا بتيجي تتقول وتتحدى بعض وتقول يا باش مهندس نظام تشغيل الـ IOS ممنوع اختراقه تماما هو فعلا نظام تشغيل آمن جدا لكن والله ما فيه أي نظام تشغيل آمن بنسبة 100% طب حركت معك IOS وده غير الصغر الأخيرة اللي لقوها غير الصغر الأخيرة اللي لقوها لتحكم كامل في الجهاز عن طريق 15 ثانية بس حصل ده ناس مبرمجين وأبحاث كبار بيعملوها على الجهاز ويشوفوا الصغرات وكده والكلام ده والويت هات والبلاك هات والحاجات دي كلها سيبوا ده كله على جنب تعالوا بقى إحنا عادين كده قعدة زي ما الناس بتقول ده أنا معي IOS وكل حياتي عليها وكل بيانتي عليها ومتطمن وكل حاجة ما فيهش حاجة مختركة هو فعلا نظام تشغيل قوي لكن مش آمن طب أنا هقول لك تجربة عملية أو مثال حي دلوقتي حدث معاك IOS صح IOS ده عليه حسابات الميديا بتاعتك كلها صح وعليه كل حاجة تملكها طب أنا ممكن أبعت لينك خارجي على IOS ده أبعت لك لينك خارجي أسحب منه أو سكامة أو شكل موقع شهير سوشال ميديا شهير تبقى الأصل أسحب منه الحساب بتاعك وهو على IOS طب فين الأمام في كده وبإرادة المستخدم وكده كده ما بتلاحظهاش لأن الموقع بيبقى تبقى الأصل من الموقع مثلا فيسبوك أو موقع مثلا إنستجرام بيبقى تبقى الأصل بالزبط ومجرد بس دخولك للإيميل والباسورد دي أول طريقة أخدوا بالك منها اللينكات الوهمية دي وبرضو عشان تكشفوا اللينكات الوهمية دي لأن المشاهدين أكيد هيقولك طب هنعرف منين في موقع شهير اسمه فيروس توتل فيروس توتل هتدخلوه من البحث العام العادي هتحطوا نسخ لأي لينك انتوا شكين فيه لو جابلكوا أي نقطة حمراء خدوا بالك منها دي ده ما تدخلوش عليه أصلا لو جابلكوا نقطة حضرة خدوا بالكوا برضو إنكوا ما تدخلوش بيانات فيه طيب ده حاجة من ناحية اللينكات طيب من ناحية بقى الباسوردات والحاجات اللي هي بتتسحب عن طريق الايو اس أو عن طريق الاندرويد الموضوع ده هذا كلام حضرتك اللي أنا علشان أدخل على كل حاجة أجيب لينك وحط اللينك هنا أنا علشان أدخل مثلا على لينك محتاج اللي أنا أدخل على 10-15 أبليكيشن ستاخد دولينك انت شايكك فيه حديث قلتك كلمة حلوة قوي طب العشرة خمستاشر حاجة دي اللي هي مفروض أصلا بتأمنك مش قصادها عندك 20-30 تطبيق سوشيال ميديا و20 حساب عندك بسيح ما نستسهل طيب الحاجات الاستسهال ده ما بيوقع الإنسان في قطر فانت الحاجات دي خليها من ضمن الأساسيات من قبل أي حاجة يعني قبل ما تشتري أي موبايل لازم تنزل عنده التطبيقات اللي هي بتحميلك موبايلك كامل عشان ما فيش أي صغرة تنزل عليك لأنه كده كده لو ما عملتش ده هتستسهل حاجات كتير جدا وبيانتك هتتسحب زي ما بيحصل موضوع الابتزاز اللي حصلت موضوع حاجات الكتير اللي بتحصل منصربها على الانترنت اشتركوا في القناة